تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لقضايا المناخ ولذا في نوفمبر المقبل تحتضن مصر في شرم الشيخ قمة المناخ كوب 27 وفي ضوء تلك الجهود قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجولة بحرية مفاجأة لمتابعة سيري وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ واشدت فؤاد بأعمال التطوير والإجراءات الوقائية المتبعة مشددة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بالسقالات البحرية لضمان سلامة الحياة البحرية وتوفير رحلات سياحية بحرية بيئية فريدة ومتميزة للسائحين تساهم في الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقاومات السياحة البيئية المستدامة